تتواصل فعليات الملتقى والمعرض الدولي للصناع الذي يعقد خلال الفترة من 29 حتى نهاية أكتوبر الجاري ترتكز رؤية الملتقى والمعرض على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية سواء العربية أو الإفريقية أو الأورو المتوسطية أو الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تستمر فعليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة حتى 31 من أكتوبر الجاري والذي ينظم اتحاد الصناعات المصرية بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيسه وذلك بهدف دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستوى الإقليمي والدولي إلى جانب دعم المبادرات المحلية كالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبداء نحن في مبادرة إبداء أشغالين على ثلاث محاور أول محور هو محور المشروعات الكبرى وتاني محور هو محور دعم الصناعة ثالث محور محور التدريب المبادرة طبعاً كانت مفيدة للشركة لأننا نستخدم مبادرة في استثمار في الماكينات الجديدة لدخلة المصنع وبالتالي حسننا بيها الانتاج زائد أن احنا برضو دخلنا خط انتاج جديد للمحركات الكهربائية موضوع كمان الرخصة الزهبية اللي منحها مبرح للمستثمرين لمدة 3 شهور دي دي رخصة بتمثل 15 رخصة ببعض فأكيد دي هتيسر الحال كتير يعني أنا أروح مشوار واحد أخلص رخصة تكافي المصنع كله في كل الاتزامات وأكيد أفضل كتير من أنه أطلع كل ما أحتاج حاجة أطلع لها رخصة الوحدة كمبادرة وطنية حتساعدنا كتير جداً أن احنا نطور على سكيل واسع الصناعة المحلية في مجال الإضاءة في شتى الطرق في مجالات الإضاءة الداخلية والخارجية نحنا بنصنع هنا محلي وده حيوفر طبعاً فرص عمل المعرض يقام داخل ثلاث قاعات على إجمال مساحة تتجاوز العشرة آلاف متر مربع وتضم أجنحة العارضين شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال وشركات أعضاء غرف اتحاد الصناعات المصرية وجهات دولية مختلفة بجانب مساحات مخصصة لعقد المباحثات واللقاءات الثنائية والشركات المستقبلية المشاريع القومية الموجودة محتاجة كل الصناعات يكون موجودة ويكون شغالة نحن الحمد لله مشاركين في حياة كريمة في أغلب المشاريع مع كل القطاعات الدولة نحن عندنا الحمد لله دلوقتي توطين صناعة كاملة وعندنا كافة الصناعات القهربية لجهده مخفض جهده متوسط نسبة المنتج المحلي فيها بتتخطى 70% وشغالين عليها نحن إن شاء الله نوصلها مش قل من 90% في نهاية السنة الجاية إن شاء الله يستهدف الملتقى والمعرض طرح أفاق النهوض بالصناعة وتوطينها في ظل التحديات الاقتصادية وتعزيز الصناعة المستدامة ودعم الابتكار إلى جانب عرض قوة الصناعة المصرية والتي تعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري